السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة كورا الزابي قبل ما نحكي عنوين وتفاصيل فيديو اليوم لكل يلي بحب يتابعنا فيسبوك تليجرام انستجرام رح حطوا بأول كومنت الكومنت المثبت رابط حسابات بتمنى تفوتوا على الروابط وتدعمونا نحيا دائما نكبر فيكم خلينا هلا نشوف عنوين فيديو اليوم العناوين تشرين يشعل الدور السوري ويقلص الفارق مع المتصدر الوسبة إلى نقطة وحيدة فقط بالاتحاد وفي كأس سوريا وفي أولى مبارياته مع معنى الراشد يتأهل إلى ربع النهائي ويرفع شعار نحو العاشرة اضاف الحرجة اللي يتفوق على النواعير بركلات الترجيح وبنهاية الفيديو مثل العادة عنا فقرة عوجة الفقرين اللي بتحبوها شاريك تابعونا نهاية الفيديو لايك كومنت تفعيل زر جرس ولا عم يحضرنا ما اشترك ما نشترك بالقناة خلينا نفوت بالتفاصيل إسان تشرين يشعل الدور السوري في قمة مباريات الساحل أو فين نقول في دير بالساحل تشرين وبحضور جماهيرة بصراحة حضور جماهيرة رائع بحيج جمهور تشرين وبحية جمهور جبلي نحن شفنا حضور جماهيرة رائع بصراحة يعني بظل سلبيات كرتنا فساد الأخبار اللي عم نشوفها بالآمن الأخيرة النتائج السيئة للمنتخب دوري سيئ يعني فين نقول نحن تقريبا دوري معنا إنما عم نشوف نحن الجمهور ورغم المعيشة الصعبة بسوريا مع هيك عم يشوف الجمهور عم يحضر دير بالساحة تشرين وجبلي يعني أروع ما في المباراة بصراحة الجمهور لأنه المباراة أنا توقعت تكون أكبر من هيك بالنسبة لتشرين بصراحة تشرين رغم أنه عم يتفوق على جبلي بهدف مقابل لشيء كان عم يسجده نصوح النقدلة كان عم يفرد بالعالم وعم يلعب الطابي لب من فوق العالمة هدف رائع بالنسبة للهي بنصوح النقدلة إنما توقعت من تشرين شوف أداءه نتيجي خاصة أنت عم تحكي عن فريق الوصافي فريق ناطر المتصدري اللي هو الويسبي على غلطة للأمانة تشرين بعض المباراة عم حقق النتائج المطلوبة إنما بدون أداء وأكثر مباراةه يمكن باللحظات الأخيرة عم سجل هدف الفوز أو هدف التعادل أنا شوفت ردد فعل جماهير تشرين فالأداء ما كان عاجب اليوم ولا بكثير مباريات إنما بالدورة السورية فيك تقول الأهم النتيجة إنما الأداء بيعطيك دافع بيعطيك حماس أنه أنت ممكن تستمر بالدورة السورية أو منافس على الدورة السورية إذن تشرين عم يصير بالوصافي ب 31 نقطة المتصدر هو الويسبي 32 نقطة إذن مباراة واحدة تشرين مثل ما حكينا دون المستوى إنما نتيجي أهم شيء ثلاث نقاط مباراة كانت صعبة أكيد أمام نادة مثل فريق جبلي أنت عم تحكي عن دير بالساحل دائما جبلي بالأمن الأخيرة عم نشهد له بأكثر مباراة نتائج تعادلات مثل هذا الكرامي تقريبا بالدورة فيك تقول إنما تشرينها الأهم اللي هو ثلاث نقاط عم يبقى على المنافسة على الدورة يعني فينا نقول هلأ كدورة السورية حصرت المنافسة بين المتصدر الويسبي 32 نقطة وبينها تشرين ب 31 نقطة هلأ صاحب النفس الأطول صاحب الكاريزما الأقوى صاحب الانضباط الإداري ولعبين يكونوا جيدين ولعبين يكونوا جديين وكادر قوي هو ممكن يحقق بطولة الدورة للأمانة أنا بشوف نادر الويسبي أرقامه رائعة أرقامه رائعة هو الأقرب للدورة لكن على تشرين أنه يعيد ترتيب الأوراق لسه في وقت هلأ كلنا بنعرف أنه بداية الشهر القادم رح يبدأ مشوار الإياب فلذلك على تشرين إعادة ترتيب الأوراق وهنا على بعض نقطة وحيدة فقط من صدارة الدورة أو من بطولة الدورة إذا ما بلوك تشرين هارد لك رجب لك تبلي بكومنت مين تتوقع يكون بطن الدورة السورية في المباريات كأس سوريا دورة 16 الاتحاد في مباراة كبيرة أمام عفرين نتفوق بهدف مقابل أشيء علي خليلك أنا مسجل الهدف في الدايئة 37 أنا توقعت لمبارتين اتحاد وعفرين وحرجلوا النوعير بكأس سوريا والتوقعين صح 100% حطوا لي كومنت وكتبوا لي برافو توقعاتك 100% أنا في مباراة الاتحاد وعفرين بكأس سوريا توقعت بالفيديو السابق توقعت فوز نادر الاتحاد قلت الاتحاد أقرب مع معنى الراشد اليوم عم نشوف الاتحاد مع معنى الراشد كشبان أداء رائع برأيي أنا أفضل من المباراة السابقة كانوا يواجهوا فيها عفرين كادة متنتهي بهدف مقابل هدف إنما للأماني عفرين إذا بدك تحضر عفرين بكل مبارياته خلينا نكون منصفين ونحكي على الفريقين عفرين إذا بدك تحكي بكل مبارياته للأماني للأماني الأداء اللي يلعب فيه عفرين والفرص اللي بيهدرة لا يستحق المركز الأخير تستغرب هلا اليوم بس تحضر إنت إتحاد وعفرين تستغرب إنه عفرين ترتيبه الأخير بالدورة ومو على ثلاث مقاط مع أنه نحن نحكي على الكأس إنما نحن نحكي كمان كأداء بالدورة فقط بثلاث مقاط ومع هيك عم يؤدي أداء رائع واليوم أمام الاتحاد بعض مجريات المباراة كان قريب جدا من التسجيل بشطل أول كان رتم بطيء كان رتم ميت فقط بشطل أول كان ينتهب هدف مقابل لشيء ومباراة كأس يعني مباراة ما في شي تخسره فريق عفرين كان مضغط فريق الاتحادي يعني شط تاني في نقول كان تحجمي بهجمي مع معنى الراشد في أولى المباريات مع نادي الاتحاد في كأس سوريا كان عم يتأهل للدور ربع نهائي جماهير الاتحاد كان عم ترفع شعار نحو العاشرة بالتوفيق يا رب لنادي الاتحاد هذا التوقع ضبط معي أنا توقعت الاتحاد فوق العفرين مبروك الاتحاد هارد لد لك عفرين مباراة تاخلي كانت بتجمع الخرجاء والنواعير المباراة كانت تنتهى بالتعادل بهدفين مقابل هدفين هذه المباراة توقعت ان تنتهى بالتعادل أناراك بعد مباراة توقعت الاتحاد العفرين كنت أت mat 401 حرجال l ونواعير قلت المباراة متقاربة فأنا بتوقع هالمباراة تنتهي بالتعادل وتروح لركلات الترجيح بركلات الترجيح ما فيك تحزن لأنه هاي ركلات الحظ وفعلا هذا اللي صار مشان هيك أنا عملكون توقعات مية بالمية زبطت هكا حرجالي كان عم تعادل مع النواعير بهدفين مقابل هدفين بركلات الترجيح حرجالي كان عم تفوق على النواعير بستة أهداف مقابل خمسة أهداف إذا مبروك الحرجالي هارد لك النواعير حرجالي والاتحاد إلى الربع النهائي كأس سوريا توقعين صح شبكوا نحسن هيك بكرة رح تصير تكملت مباريات كأس سوريا كرام الفتوى في دورة 16 من كأس سوريا الساعة تنتيم توقيت دمشق بالإضافة للمباراة المؤجلة حطيني الشرطة المباراة حطيني الشرطة منقولة طبعا على سوريا الدراما والكرام الفتوى على سوريا التربوية أو رح ينقلوا بالعكس ما هم المبارتين منقولات تلفزيونية حطيني الشرطة دورة كرامي الفتوى كأس سوريا هيك منكون حكينا عن الدورة السورية المباراة المؤجلة وكأس سوريا كتب لي بكومنت وقعتك لمباراة الكرامي والفتوى وحطيني الشرطة نهاية الفيديو عندي فقرة عوجة أو عندي عوجتين أول عوجة بعثة من طهبنا الوطني لكرة السلي رئيس الاتحاد كرة السلي طريف قوتراش كانت عم تغادر لمعسكر دبي يشوفنا الصور يعني بصراحة بشكل سريع الصور يعني المفروض يكون لباس اللاعبين موحد موحد هاي بعسي هاي بعسي ما شفنا لباس موحد كل واحد لابس على زقوب طيب إذا كنت بطولة دبي بالإمارات تروح بمعزاز مكرم مبلاش روحها رجعة وبترفضوا للمعسكر ليش لأن فراس مع الله واللجنة التنفيذية ما بدون يحاك تشارك والقرار المفروض يكون إلك وبتروح بمعسكر للإمارات بتروح معسكر للإمارات بتدفع مصاري مشان جيب تكملة الكاراتين يلي نسيون أخوك أحمد قوترش بالمطار بمطار الإمارات لأمور صارت واضحة يعني أحمد قوترش طلع ما منتخبنا الوطني للرجال نسي الكاراتين بالإمارات مطار الإمارات هلا بدو يطلع معسكر منتخبنا الوطني بقيادة طريف قوترش يرجع يجيب الكاراتين يلي ما قدر يسحبون أخوه أحمد قوترش قوترش هاي هي رياضتنا السورية فساد ومعسل وبقولوا لك أوراق وقرآن وبتضحكوا على العالم للأسف فساد بفساد هاي أول عوجة تاني عوجة تاني عوجة رسالة لفراس مع الله بتمنى توصل هاي النقطة هلا بدحكي عنها جدا مهمة وهذا هو صميم من رياضتنا السورية وهذا السبب الأول بفشل الرياضة السورية فراس مع الله فراس مع الله سبق وطلع علينا بالتصريحات الوطنية والخطابات تصريحات وطنية وخطابات ما معرف شو بسموها نحن خطابات غير مفيدة يعني دبحنا خطابات وطنية وغير مفيدة أنه أنا ما بحط إيدي بإيد قطر قطر شريكة بسفك الدماء السوري أنا ما بحط إيدي بإيد قطر لا رياضيا لا سياسيا لا مدرشو طيب يا فراس مع الله بما أنه أنت ما بتحط إيدك وانت وطني كان عليك من باب الوطني أنك تعالج مدافع منتخبنا الوطني ومدافع نادل اتحاد على الريني صاحب 12 عام يلي كان موئي إصابي اللي صار موئي إصابي بالركبة من فترة وهي الإصابة لأطباء بسوريا كل الأطباء بسوريا كان عم يجمعوا أنه هاي الإصابة صعب أنها تتعالج ممكن تنهي مسيرة اللاعب كراويا عم نحكي على لاعب الاتحاد مدافع نادل اتحاد مدافع منتخبنا الوطني للشباب علي الريني يعني نحن بالدورة السورية من عشر السنين ما طلع عنا مدافع مثل خلو العالم ونقطة الضعف منتخبنا الوطني من عشر السنين تعرض للإصابة بالركبة كان عم ينعرض على الأطباء السوريين وعم يجمعوا أو الداخل السوري عم يجمعوا أنه إصابتك صعبة أنت ممكن مسيرتك كراوية تنتهي أو بدك ترزع تمارس كرة القدم إنما بحزر ما بشي اسم المدافع يمارس كرة القدم بحزر كان عم يتوجه لما شافي قطر مشكورين وكان عم يتلقى مساعدة من لاعب الاتحاد ياسر السباعي ومن عدة لاعبين وعم يتم معالجته بقطر مجانا لمدة شهرين آكل شارب نايم علاج فيزيائي عمليات إقامة بالمشفى نحن عم نحكي لمدة شهرين اللعب على الريني حاليا على الريني حاليا هو يعني تقريبا تهى علاجه قريبا رح نرجع نشوفه هو إعادة التأهيل والإعادة التأهيل والإعادة التأهيل كما رح يصير بقطر تحت إشراف أطباء بنفس المشفى يرجع للعمل الفيزيائي أو مثل ما منوح نحن الشي الفيزيائي أو اللاعب مثل ما بيرجع لللياقته أو الحركات اللي بترجع اللاعب أو العضلات لمكان الطبيعي كمان بقيادة قطر أو تحت إشراف مشفى قطر إذن شكرا قطر على الريني بقول شكرا قطر فراس معلا بقول أنا ما بحط إيدي بإيد قطر عوجة ولا ما عوجة بالله عليك تحط طلب كومت هاي عوجة ولا ما عوجة هاي أكبر عوجة برياضتنا السورية أنت ودك تحكي له وطنيات وتحكي له شعارات وتحكي له شغلات تالفي كان عليك من الأرجح أنه تدير بالك على اللاعبين السوريين بما أنه أنت مسؤول عن الرياضة السورية كان عليك أنك أنت تعالج على الريني وليس قطر وقت قطر تستمر بعلاج اللاعبين السوريين تعرف أنت وقت تستضيف لعب بالمشفى لأكثر من شهرين علاج عمليات أطباء حاليا العلاج الفيزيائي وإعادة تأهيل وعملية شفاء تعرف هذا كم يكلف اللاعب وسبق أحمد الصالح كلف بقطر تقريبا نص مليون دولار علي الريني رح يكلف أكثر لأنه صابته أصعب بالسلامات لعلي الريني يعني علي الريني أنت محظوظ أنه قطر ما زالت ما زالت تساعد الرياضيين السوريين بوجود فراس مع الله ممكن يعني تخيلوا بالأيام إذا قطر سمعت صريحات أو فراس مع الله أو طلع بباله أنه هذا عميهننا نحن ما بنساعد الرياضيين السوريين علي الريني أحد الرياضيين السوريين مسيرته الكروية رح تنتهي ليش ليش لأنه فراس مع الله وطني لأنه فراس مع الله ما بيهتم فيه لأنه فراس مع الله محفظينه كلمتين وكاتبين له ياه وراء وقال له طلاع على برنامج الكابتن بتذكر وحكيهم لأسف هيا الرياضيين السوريين ترك لبطنياتك على جانب ترك لشعاراتك على جانب اهتم بالرياضيين السوريين برجع بقول سلامات لعلي الريني لاعب الاتحاد عمر 18 سنة موهبة يعني هذا لو لا ما شايف في قطر كان هلا قاعد بالبيت فاتح لسوبرماكت أو دكان صغير لأنه ما رح يقدر يمارس كرة قدم بس إلى متى إلى متى نحن بدنا نحط أشخاص على الهرم الكروة يهاجموا الأشخاص أو يهاجموا الدول يلي عم تساعدنا قطر رح تستمر بمساعدتك أو بمساعدة اللاعبين إنما إلى متى رح يوصل لمحل يطلع في رأس مع الله يحكي كلمة يقول لك قطر نحن ما تساعدكم خلص ما أنك أنت وطني وما بتحط إيدك بإيدنا يروح دبر حالك توقع براس الفقير توقع براس اللاعب السوري يلي لا حوله ولا قوة في رأس مع الله لو أنت المصاب كنت أنت بسوريا تعالش بأرقى المشافي بس هذا اللاعب سوريا نرجع من يدو نكرر بالسلامات على الرين لاعب الاتحاد إن شاء الله قريبا سمعنا أخبار أنه تواصلت مع بعض الأشخاص أنه رح يرجع لنادر اتحاد أو يرجع للتمرينات وشوي شوي نرجع من يشوفه لاعب رائع بعمره 18 سنة مفيد لنادر اتحاد مفيد لمنتخبنا الوطني بتمنى بالقريب العاجل نرجع نشوف شخص محل فراس مع الله يعني يكون على القدر المسؤولية رجع بقول لك وبكرر اكتب لي بكومنت هاي عوجة ولا ما عوجة في اليوم ملاحظة فقرة عوجة هي عم نجيب الشغلات السلبية برياضنا السورية لنستفيد منها ويسمعوا صوتنا بأكتر من فقرة ومن أكتر من الشغلة حكينا بفقرة عوجة عن أشخاص وكنا عم نستفيد وصوتنا عم يوصل والقرارات عم تتغير ونحن مستمرين مع فقرة عوجة مشان وصلحة الرياضة السورية سلام عليكم